في الرابع من أغسطس العام 1933 أساس جبران تويني جريدة النهار يومها كان لبنان تحت الانتداب الفرنسي فأخذ الدوراً أساسياً في معركة الاستقلال ومعركة ما بعد الاستقلال في العام 1948 توفي جبران تويني فتسلم النهار ابنه غسان تويني بعدما ترك قصراً دراسته الجامعية في الولايات المتحدة كانت الحركة السياسية والشعبية على أشدها في الساحة اللبنانية يبان عهد الرئيس بشار الخوري فكانت للنهار ولغسان تويني حملات على العهد ما أدخله السجن مرتين لم يحل السجن من دون استمرار النهار في التصدي للانحرافات وفي الدفاع عن القضايا الشعبية والوطنية لعبت الصحيفة أدواراً بارزة في القضايا اللبنانية المفصلية وبسبب علاقات غسان تويني المحلية والإقليمية والدولية وصدقيتها كانت تصل إلى منبع الحداث فتسبق غيرها فالجريدة سربت بنود اتفاق القاهرة الشهير بين لبنان والفلسطينيين العام 1969 ما أحدث هزة في الساحة اللبنانية وتتالى المواقف ففي العام 1974 إبانى أهد الرئيس ليمان فرنجي دخل غسان تويني السجن على إثر تسريب مقرارات مجلس الدفاع العربي المنعقد في الجزائر في العام 2000 تولى إدارة النهار جبران تويني الإبن وواصلت الصحيفة مواقفها تعارض ولا تهادن فكانت الأكثر تصدياً وانتقاداً للوجود السوري في لبنان الذي تكلل بالانسحاب في أبريل العام 2005 وتبنت الصحيفة ثورة الأرز على إثر اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري قبل أن تتعرض لهزة كبيرة باغتيال جبران تويني في السنة نفسها رمز المصري العربية